الحكومة تنفي اعتزامها تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية الهدنة الروسية حبر على ورق بإعلان موسكو مقتل مئات الجنود الأوكرانيين في عملية انتقامية بكراماتورسك في ظل تصاعد الإضرابات العملية سوناك يتعهد بالعمل على خفض معدلي الدين العام والتضخم في بريطانيا السلسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الجنود قصة الإخبارية مفصلة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وشدد المركز على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة مناشدا العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتدي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الضقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام أكدت الحكومة عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرمان مشددة على أن الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة وفي هذا الصدد أشارت الحكومة إلى أن الحديقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات وفي إطار توجهات القيادة السياسية فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق لتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم اشتركوا في القناة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهدف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 24 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 8274 استوانات بوتاجاز وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت مليون ومائتين وسبعة وخمسين ألفا ومائة وواحد وسبعين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 11 ألفا واسنتين وأربعين قضية السلع غزائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت أكثر من 4231 ونصف طن سلع غزائية وتموينية متنوعة كما تم ضبط 219 قضية بيع بأزياد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 92.5 طن وضبط 23 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 79.5 طن أرز أبيض وكذلك ضبط 41919 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 283.5 طن دقيق بلدي كما تم ضبط 18 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 137.5 طن سلع غزائية متنوعة وما يزيد على 55 طن دقيق أبيض وضبط قضيتين بيع بأزياد من السعر للأعلاف بمضبوطات بلغت 7 طن أعلاف حيوانية وضبط 26 قضية غش أعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 96 طن أعلاف حيوانية وضبط 18 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 639 طن أعلاف حيوانية وداجنة و 15 طن أسمدة زراعية وتم ضبط 303 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبوطات بلغت حوالي 75 طن سلع غزائية متنوعة وأكثر من 46.5 طن دقيق أبيض كما تم ضبط 56 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت حوالي 26 طن سلع مدعومة متنوعة وأكثر من 7.5 طن دقيق بلدي وما يزيد على 35.5 طن أسمدة زراعية مدعمة وتم ضبط 2824 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغزائية وغير الغزائية كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزياد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 25 طن أسمنت و50 طن حديد تسليح كما تم ضبط 41 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 603 طن أرز الشعير وضبط 455 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت 1283 طن أرز الشعير كما تم ضبط 293 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 22818 عبو السجائر وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 634 ألفاً و689 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 433 ألفاً و816 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحاملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3452 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 136 سائق منهم كما تم المرور على 113 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 729 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 559 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وتبين عدم مطابقة 24 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رقع 471 سيارة و49 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 4461 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحزور تركيبها واستعمالها عن ضبط 817 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 828 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 293 مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط 2712 مخالفة ملصقات و44 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2127 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79195 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 60.812.064 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 265 قضية من بينها 42 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 123 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 50 قضية بقيمة مالية بلغت 142.559.716 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2141 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار وتسعمائة واثنين وسبعين مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8.239.120 جنيه توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من سعر رسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 505 قضايا تمونية مستندية وعينية بمضبطات 313 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 62 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 237 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 13 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 369 قضية من بينها 120 قضية خبز ناقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت 17 طن تنظم تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين غدا صالونا نقاشيا عن دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسية وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني يتناول الصالون مجموعة كبيرة من المحاور منها قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وآليات دمج المفرج عنهم والعقبات والتحديات التي تواجه المفرج عنه إضافة إلى تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان في إطار مخرجات لجنة العفو الرئاسي ورؤية الدولة أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني أن الجيش العراقي مر بتحديات ومنعطفات حاولت كسر إرادته مشيرا إلى أن أولويات البرنامج الحكومي رفعوا قدرات الجيش وتطوير الأسلحة القتالية وخلال مشاركته حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى قال السوداني إن مسيرة الجيش متواصلة لتأمين السيادة الكاملة للبلاد والوقوف مع الدستور والعملية الديمقراطية وأكد أن البرنامج الحكومي أولى أهمية لرفع قدرات الجيش والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية وإشراك القادة والضباط في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهارتهم وإكسابهم خبرات إضافية أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمان رشيد ورئيس طيار الحكمة عمار الحكيم على ضرورة دعم الحكومة لتطبيق البرنامج الوزري جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي لرئيس طيار الحكمة حيث جار تبادل الآراء بخصوص المستجدات السياسية في البلاد والتأكيد على ضرورة دعم الحكومة لتمكينها من تطبيق البرنامج الوزري الذي يهدف إلى توفير الخدمات الضرورية للمواطن كما تم خلال اللقاء أيضا التأكيد على أهمية الاستعجال في إقرار الموازنة للإسراع في إنجاز المشاريع التي ستسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية للعراق أسقطت الدفاعات العراقية طائرة مسيرة أثناء تحليقها فوق قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية ووضحت مصادر الوكالة ريترز أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات فيما لم ترد أنباء عن أضرار أو ضحايا أعادت السلطات العراقية فتح المنطقة الخضراء في محاولة لتخفيف الازدحام المروري بالعاصمة وذلك بعد إغلاقها وإعادة فتحها عدة مرات في السنوات الأخيرة وأزلت السلطات العراقية نقاط التفتيش وفتحت الطرق والأنفاق الرئيسية بالمنطقة الواقعة على الضفة الغربية لنهر ديجلة وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن ذلك سيسمح للسيارات بالمرور عبر المنطقة بينما سيتم حظر الشاحنات أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربة انتقامية وقضت على أكثر من ستمائة عسكري أوكراني رداً على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار روسية في ماكيفكا قبل أسبوع وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكو فأن منظومات الاستطلاع الروسية كشفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك قبل تأكدي من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق واستهدافها بقصف صاروخية رداً على الهجوم الذي شنته أوكرانيا في الدقائق الأولى من العام الجديد على موقع الانتشار المؤقت لأفراد عسكريين روسيين بالقرب من ماكيفكا في منطقة دونتسك فقد نفذت القوات الروسية عملية انتقامية وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم القضاء على ستمائة جندي أوكرانية في هجوم صاروخي مكثف على منطقة كراماتورسك بعد أن اكتشفت المخابرات الروسية وتأكدت بشكل موثوق من وجود نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في تلك المنطقة قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أعادت خمسين عسكرياً روسياً أسيراً بعد مفاوضاته وأضافت الدفاع الروسية أن الجنود المفرج عنهم سينقلون جواً إلى مسكو لإعادة تأهيلهم طبياً ونفسياً ومن جانبها أكدت أوكرانيا المعلومات وقالت إن روسيا أفرجت أيضاً عن خمسين عسكرياً أوكرانياً في سياق الاتفاق ذاته أعلنت أوكرانيا قصف القوات الروسية مدينة دونسك وعدد من المناطق من بينها نيكوبول وكوبيانسك مما أصفر عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير عدد من المباني السكنية والأراضي الزراعية وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم دينيبرو بيتروسك جنوبية أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة للإقليم مرتين بالقضائف والمدفعية الثقيلة قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفاً روسياً لمناطق بشرق أوكرانيا أصفر عن مصرع شخص واحد على الأقل وذلك بعد أن أنهت موسكو وقفاً إطلاق نار أعلنته بمناسبة عيد النيلاد وقال الكرمل إن موسكو ستمضي قدماً في عملياتها العسكرية من جديد عادت أصوات القنابل والمدافع وأجراس الإنذار تدوي في أوكرانيا بعد انتهاء احتفالات أعياد الميلاد لتستمر المعارك على الأرض والكر والفر بين القوات الروسية والأوكرانية مسؤولون أوكرانيون قالوا إن قصفاً روسياً أصاب مناطق في شرق وشمال أوكرانيا بعد أن أنهت موسكو وقفاً لإطلاق النار أعلنته بمناسبة عيد الميلاد وتعهدت بمواصلة القتال حتى الانتصار على جارتها من جانبها قالت القوات الروسية إنها صدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدداً من الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا وإنها قتلت العشرات من جنودها بالتوازي يتواصل الدعم الغربي لكييف حيث أعلنت الولايات المتحدة حزمة قال البيت الأبيض إنها ستشمل مدرعات من طراز برادلي ونقلات جنود مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع جاء ذلك بعد إعلان ألمانيا إرسال أربعين مدرعة من طراز ماردر إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من عام 2023 في أول إعلان لعملية تسليم ملموسة لهذا النوع من المعدات وتعتبر إمدادات الأسلحة الغربية ضرورية لكييف وقد مكنتها خصوصا من تنفيذ هجوم مضاد فعال لأبعد القوات الروسية من منطقة خاركيف في الشمال الشرقي ومن مدينة خيرسون في الجنوب وتجمدت الجبهة إلى حد كبير بفعل فصل الشتاء لكن أوكرانيا عبرت عن خوفها من هجوم روسي جديد قال وزير الخارجات الإيطالية أنطونيو تجاني إنه لم يتم بعد بدء حوار مع فرنسا حول إرسال أنظمة دفاعية تكون بمثابة درع جوي لأوكرانيا وأضف تجاني أن هناك حاجة كبيرة للعمل من أجل السلام في أوكرانيا لكنه أوضح أن كل الإشارات لا تعطين سببا للتفاؤل مشيرا إلى أن هناك للكثير من اللاعبين الدوليين الذين يمكنهم إحداث فرق على المستوى الدبلوماسي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى الصلاة من أجل الأمهات الأوكرانيات وروسيات اللواتي فقدنا أولادهن في الحرب وأوضح البابا فرانسيس أن أمهات الجنود الأوكرانيين والروس ومعهن أولادهن هم من يدفعون بأرواحهم ثمن الحرب لفتن إلى المعاناة الكبيرة للأوكرانيين الذين يقضون أيامهم دون كهرباء ولا تدفع لا تدفعون بأرواحهم ثمن المعاناة الكبيرة للأوكرانيين قال رئيس الوزراء البريطاني ريتي سوناك أن تراجع التضخم ليس مضموناً هذا العام وإن حكومته يجب أن تكون منضبطة لضمان هبوطه وتعهد سوناك بخفض معدل الدين العام ومعدل التضخم في بريطانيا في ظل تصاعد الإضرابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل حسناً فيما يتعلق بالتضخم نتوقع أن ينخفض المعدل بمقدار النصف بحلول نهاية العام لا يحدث ذلك تلقائياً لكنه يحدث بسبب الخطط التي وضعناها فيما يخص الأجور نجري محادثة حول أجر عمال الرعاية الصحية كما نعمل على تلبية أهداف التضخم وتخفيف عبء تكلفة المعيشة علينا كحكومة أن نستمر في الانضباط واتخاذ القرارات الصحيحة والمسؤولة من أجل خفض التضخم أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 4700 شخص تظهروا أمس بدعوة من حركة السترات الصفراء في باريس وتولوز وسترسبورغ وذكرت الداخلية أن هذه التظاهرات تأتي للتنديد بسياسة إصلاح نظام التقاعد المستقبلي والتضخم وللمطالبة بإصلاح المؤسسات وحركة السترات الصفراء هي حركة احتجاجات شعبية ظهرت في مايو عام 2018 ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول شهر نوفمبر من نفس العام حيث تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا للمطالبة بعدم رفع ضريبة على أسعار الوقود والبنزين ثم مجموعة من المطالب الأخرى الاجتماعية والسياسية أعلن بنك الشعب الصيني ارتفع قيمة احتياطيات البلاد من الذهب إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين وهي الأكبر في العالم نحو 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار الشهر الماضي مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى أعلنت الصين ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي في ديسمبر احتياطيات النقد الأجنبي للصين هي الأكبر في العالم حيث ارتفعت بقيمة 11 مليار دولار لتصل إلى 3.128 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.17 تريليون دولار في نوفمبر العملة الصينية هاليوان ارتفعت بنسبة بلغت 2.8% مقابل الدولار في ديسمبر بينما انخفض الدولار الشهر الماضي بنسبة بلغت 2.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى وبلغت حيازة الصين من الذهب 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر مقابل 63.67 مليون في نهاية نوفمبر وفي هذا الصدد ارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب لتصل إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 111.65 مليار دولار في نهاية نوفمبر وبعد انخفاضه بنسبة بلغت 7.9% مقابل الدولار خلال العام الماضي وصل لوان الصين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر وذلك مقابل الدولار في أول يوم تداول خلال العام الجديد مضعوما بتفاؤل المستثمرين ببدء التعافي الاقتصادي المحلي في وقت مبكر أكثر مما كان متوقع وفي أستراليا توقع بنك جي بي مورغان أن ينمو الاقتصاد الأسترالي بنسبة 1% تقريبا خلال العامين المقبلين بدعم من توافض الطلاب والسياح الصينيين إلى البلاد وأكد البنك أن عودة الوافدين من الصين بشكل تدريجي إلى مستويات 2019 قد تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% نظرا لأن الصين تعد أكبر مستهلك لقطاعات السياحة والتعليم الأسترالية السادسة مستمرة وتتابعون فيها الصين تسدل الستارة على سياسة صفر كوفيد وتعيد فتح حدودها بدأ المسافرون في التدفق عبر المعابر البرية والبحرية من هونغ كونغ إلى الصين بعد فتح بكين الحدود المغلاقة منذ بداية جائحة كورونا قبل ثلاث سنوات وتضمنت الإجراءات الصينية إنهاء مطالبة المسافرين الوافدين بالخضوع لحجر صحي لكن لا يزال يتعين على المسافرين من هونغ كونغ لصين تقديم اختبار سلبي لكورونا في غضون 48 ساعة من رحلتهم بدأت في الصين أولى أيام تشونيون وهي فترة سفر تمتد لأربعين يوما قبل حلول رأس السنة القمارية الجديدة وتنتشر المخاوف في الصين وعلى الساحة الدولية من تفش خطير لفايروس كورونا في البلاد مع بدء حركة تنقلات السكان السنوية الواسعة فيما يمكن وصفه بأكبر هجرة بشرية سنوية في العالم بدأت في الصين أيام تشونيون وهي فترة سفر تمتد لأربعين يوما قبل حلول رأس السنة القمارية الجديدة ما يزيد المخاوف من تفش فيروش كورونا بشكل أكبر عطلة رأس السنة القمارية الجديدة التي تبدأ رسميا في الحادي والعشرين من يناير الجاري ستكون الأولى منذ العام 2020 بدون قيود على السفر محلية وعلى مدار الشهر الماضي شهدت الصين تحولا في نظام صفر كوفيد بعد احتجاجات غير مسبوقة ضد سياسة شملت اختبارات متكررة وقيود على الحركة وعمليات إغلاق واسعة مما ألحق أضرارا جسيمة بثاني أكبر اقتصاد في العالم ويأمل مستثمرون في أن تؤدي إعادة الفتح في نهاية المطاف إلى إنعاش اقتصاد تبلغ قيمته 17 تريليون دولار ويعاني من أدنى معدل نمو له منذ ما يقرب من نصف القرن لكن التغيرات المفاجئة جعلت العديد من السكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة عرضة للفيروس ولأول مرة ما تسبب في موجة من العدوى ضغطت على بعض المستشفيات وتوجد مخاوف واسعة من أن الهجرة الكبيرة للعمال في المدن إلى مسقط رأسهم ستؤدي إلى انتشار العدوى في البلدات الصغيرة والمناطق الريفية الأقل تجهيزا بالخدمات الطبية مثل الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعية استقبلت شنغهاي أكبر المدن الصينية أول رحلة طيران دولية لها بعد تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا ووصلت الرحلة إلى مطار شنغهاي الدولي قادمة من مدينة أوكلاند النيوزيلندية وعلى متنها أكثر من 280 راكبا من المتوقع أن يستقبل مطار العاصمة الدولي الرئيسي في بيجين ثمان رحلات جوية من الخارج وللمزيد من المتابعين نضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الصينية بيكين الإعلامي الصيني نادر رونج سيد نادر بعد التحية فيروس كورونا عاد من جديد مع ارتفاع حالات الإصابة في الصين مؤخرا بالتوازي بيكين تعيد فتح حدودها وتتخلى عن سياسة صفر كوفيد كيف تقرأ المشهد في ظل هذه المعطيات أهلا ومرحبا بكم أولا هذا القرار يأتي بالدراسة والاستعداد الكاملة لتنفيذها الصيني بادرت إلى فتح الحدود بعد الدراسات العلمية وكذلك استعداد كامل وأولا لأن الخطورة الفروسات المتحورات انخفضت بشكل كبير وكذلك منعت لدى السكان نسبة التلقيح لصينيين تجاوزت 90% وكذلك هناك عدد المصابين قد اكتسبت كبيرا اكتسبوا المناعة القطيع للفئة خاصة بعد الموت الكبرى وكذلك من أجل تسحيل وتنشيد الاقتصاد الصيني وكذلك انتعاش الاقتصاد العالمي قررت الصين فتح الحدود بعد استعداد كامل للموارد الطيبية وكذلك الأدوية هل هذا يعني أن الإجراءات الصينية الأخيرة بفتح الحدود والاقتصاد لأن الفيروس أصبح لا يمثل خطرا في ظل توفر الأمصال كما ذكرت وأن العديد يعني أصبح عندهم مناعة القطيع كما ذكرت أم أن هناك تخوفات ما زالت من متحورات أخرى كتستجد من هذا الفيروس حاليا الصين تعمل على يعني متابعة بالكثب والإرصاد قيام بالرصد المكثفة للفيروسات والمتحورات المنتشرات في الصين حاليا لا توجد لم يتم رصد أي متحورات جديدة في الصين ومتحورات الفيروس أو ميكرو المنتشرة في الصين يعني هي نفس المتحورات التي اجتاعت باقي دول العالم مقابلة أيضا أشهر وقد اكتسبت كذلك المعظم الدول في العالم المناعة القطيع لهذه المتحورات الموجودة في الصين نعم عبر سكايب من العاصمة الصينية بكين الإعلامي الصيني نادي الرونج كنت معنا مباشرة شكرا جزيلا لك أهلا بكم من جديد يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أول زيارة رسمية له للمكسيك يبحث خلالها عددا من القضايا ويستهل الرئيس الأمريكي زيارته للمكسيك بمدينة إيرباسو بجنوب تاكسس ثم يتوجه إلى مكسيكو للقاء نظيره المكسيكي لوبيز أوبرادور الذي يشارك معه ثلاثاء في قمة ثلاثية إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن تودو جهود أمريكية لمواجهة الهجرة غير شرعية عبر الحدود المكسيكية والتي تشهد توافد أعداد غير مسبوقة من المهاجرين بسبب الأوضاع الاقتصادية وطردت الحكومة الأمريكية العشرات من المهاجرين عقب إجراءات مراقبة الحدود الجديدة والتي أدخلتها إدارة الرئيس جو بايدن تتواصل الجهود الأمريكية لمواجهة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المكسيكية والتي تشهد توافد أعداد غير مسبوقة من المهاجرين بسبب الأوضاع الاقتصادية الحكومة الأمريكية طردت العشرات من مهاجر فنزويلا عقب إجراءات مراقبة الحدود الجديدة التي أدخلتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وفقاً للسلطات المكسيكية تم طرد نحو مائة فنزويلية عبروا براً إلى الولايات المتحدة وذلك إلى مدينة سيوداد خواريز المكسيكية في حين أعلنت الولايات المتحدة أنها ستوسع القيود من أجل الطرد السريع للمهاجرين القادمين من كوبا وأيضاً من نيكاراجوا وهيتي الذين يتم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بشكل غير قانوني ووفقاً لبيانات الحكومة الأمريكية فقد تم القبض على أكثر من مائة وخمسين ألف فنزويلي وهم يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وذلك في عام 2022 وهو ارتفاع حاد أدى إلى إجهاد الموارد الأمريكية على الحدود وفي المدن المستقبلة الرئيس الأمريكي جو بايدن من جانبه أعلن أنه سيبحث مع نظيره المكسيكي لوبيز أوبرادور عدداً من الملفات بينها ملف الهجرة عبر الحدود الأمريكية المكسيكية خصوصاً مع توقيف عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين في نوفمبر الماضي وذلك في إطار تطبيق إصلاح سياسة الهجرة واللجوء الأمريكية قال الرئيس الصربي أليكزاندر فوتيتش أن بعثة حلف شمال الأطلنطي في كوسفو رفضت طلباً مقدماً من الحكومة الصربية لإرسال ما يصل إلى ألف فرد من قوات الجيش والشرطة إلى كوسفو كانت صربيا قد طلبت نشر قوات في كوسفو الشهر الماضي خلال موجة من الاشتباكات بين سلطات كوسفو والصرب في المنطقة الشمالية التي يشكل الصرب الأغلبية فيها وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء حرب التسعينيات ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي فإنه قد يسمح لصربيا بنشر جنودها عند المعابر الحدودية والمواقع الدينية المسيحية الأرثوذكسية والمناطق ذات الأغلبية الصربية في كوسفو شريطة موافقة بعثة حلف الشمال الأطلنطية أجرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات المظلات بالجيش الأمريكي والبريطاني والأسترالي شارك حوالي ألف جندي من اللواء الأول المحمول جواً في اليابان في التدريبات التي تقام سنوياً في يناير كما حشدت المناورات عشرين طائرة بما في ذلك طائرة النقل سي 130 وطائرة هليكوبتر بالإضافة إلى العشرات من المركبات العسكرية تعقد باكستان والأمم المتحدة مؤتمراً في جينيفل اثنين بهدف حشد الدعم لمساعدة البلاد في إعادة بناء ما دمرته الفيضانات التي شهدتها قبل أشهر ومن المقرر أن تعرض إسلام بادو التي سيرأس وفدها رئيس الوزراء شهبة الشريفة إطار عمل للتعافي ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني البانيزي إن الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب منطقة كامبرلي غربي البلاد لها تأثير مدمر على بلدات معزولة مضيفاً أن الوصول إلى بعض المناطق كان صعباً بسبب ارتفاع مناسب المياه مع تواصل تأثير ما يعرف بظاهرة لانينيا المناخية تشهد أستراليا فيضانات عارمة وسط هطول الأمطار بغزارة وارتفاع منسوب المياه في مناطق عدة رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني البانيزي أعلن أن الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب منطقة كامبرلي في غربي أستراليا لها تأثير مدمر على بلدات معزولة فيما تعمل مروحيات على نقل السكان إلى مناطق أمنة أجهزة الطوارئ الأسترالية وصفت الفيضانات بأنها أسوأ فيضانات شهدتها الولاية على الإطلاق في حين لم تتمكن السلطات من إرسال مؤن عبر طائرات عسكرية بسبب المياه الكثيفة التي غمرت مهبط الطائرات ووفق السلطات تعد مساحة منطقة كامبرلي أكبر بثلاث مرات من مساحة المملكة المتحدة لكن عدد سكانها لا يزيد عن أربعين ألف شخص وغمرت فيضانات مباغت مناطق في شرق أستراليا في نوفمبر من العام الماضي ودمرت منازل بأكملها في بعض البلدات الريفية وأصدرت السلطات أوامر لعشرات الألاف من السكان في سيدني بالإخلاء وذلك في يوليو الماضي بعدما غمرت فيضانات أطراف المدينة الساحلية وتشير ظاهرة لانينيا إلى انخفاض درجات حرارة سطح المحيطات على نطاق واسع وذلك في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي إلى جانب تغيرات في دوران الغلاف الجوي المداري مثل الرياح والضغط وهطول الأمطار وتميزت مواسم لانينيا المتطرفة بارتباطها بحدوث عواصف ثلجية باردة جدا في أغلب السنوات وتبدأ في شهر نوفمبر وتستمر حتى فبراير استعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تقريرا حول تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وجدد مدبولي التأكيد على أهمية دور المبادرة الرئاسية في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء إلى جانبي خفض غازات الاحتباس الحراري وأوضح التقرير أن ما تم زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة العام المالي الحالي وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية خطوة غير مسبوقة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة يقدمها مستشفى صهاج الجامعي الجديد والذي افتتحه الرئيس السيسي خلال زيارته للمحافظة حيث توفر المستشفى خدمات طبية من قلال وحدات علاجية نوعية حديثة في عدة تخصصات نوعية كانت تحتاجها المنظومة الطبية بمحافظة الصعيدة جهود حسيسة تبزلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية في جميع محافظات الجمهورية ومن ضمنها محافظات الصعيدة وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ويأتي مستشفى صهاج الجامعي الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الأخيرة لمحافظة صهاج ضمن تلك الجهود ويمثل إضافة قوية للمنظومة الطبية بمحافظات الصعيد مصر حيث يوفر خدمات طبية من خلال وحدات علاجية نوعية حديثة في عدة تخصصات نوعية كانت تحتاجها المنظومة الطبية بمحافظات الصعيدة المستشفى مدعوم ب53 عيادة خارجية و16 غرفة عمليات كاملة التجهيز به أيضا مبنى تعليمي مكون من دورين في كل دور فيه مدرج وعدد خمس فصول دراسية للطلاب نستطيع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس نقل ما يجري داخل غرفة العمليات للتعلم للطلاب من طلاب كلية الطب أيضا نستطيع استقبالهم في العيادات الخارجية للتدريب على كيفية تشخيص الأمراض وعائلاته المستشفى الجامعي التعليمي الجديد يضم 16 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات المتطورة طبييا كما توجد أربع غرف مناظير جراحية مختلفة فضلا عن غرفتين للولادة القيصرية وأربع غرف للولادة الطبيعية المستشفى تكون من مبنى رئيسي على مسطد خمس تلاف متر تكون من دور أرضي وأول وعلوي وأول علوي تاني علوي تاني علوي تاني علوي ورابع علوي الدور الأرض يتكون من قسم الطوارئ وقسم الأشعة ومطبخ مركزي وتعقيم مركزي ومقسلة الموتى أما الدور الأول يتكون من قسم الغسيل الكاروي وقسم المعامل المركزية وعادات خارجية الدور الثاني يتكون من نظير جراحية وعادات خارجية الدور الثالث يتكون من حضنات مبتسرين وغرف إقامة أما الدور الأرض يتكون من قسم العمليات والرعاية المركزة مستشفى صهاج الجامعية يضم 300 سرير بالإضافة إلى المبنى التعليمي المطور الملحق بالمستشفى حيث وفرت الجامعة 300 طبيب مقيم في المستشفى ويصل عدد الأساتذة إلى نحو 965 طبيباً ما بين مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ واختصاصي والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال مصطفى ميزار وطائفة من أهم وآخر الأخبار الاقتصادية شكراً ليلة عمر وشكراً يوسف عبدين أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة موسيقى تواصل الحكومة وجهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي كما تتابع الحكومة يومياً التنفيذ للتكلفات تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراءات الإفراج الجمرقي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتزديد أي عقابات قد تواجه المستوردين خاصة في ظل الاستعداد التام لشهر رمضان المعظم تواصل الحكومة جهودها من خلال كافة الوزارات المعنية في خفض حدة عكاسات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تشابك تبعات جائحة الكورونا وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وتتابع الحكومة يومياً تنفيذاً لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراءات الإفراج الجمرقي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتزليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ومراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائية وكذا الأدوية والمواد البترولية والوقود وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية كما تتخذ الحكومة إجراءات إضافية استعداداً لشهر رمضان من خلال الحرص على توفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية وبأسعار مناسبة بكافة المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية ومنها ما يتعلق بمبادرات كلنا واحد وأهلاً رمضان وغيرها من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء مصر كما تقوم الحكومة بعمل تنصيق كامل بين الوزارات المعنية وكذا اتحاد الغرف التجارية لتوفير أكبر عدد من المنافذ والتي وصلت حتى الآن إلى 200 شادر ومنفذ على مستوى المحافظات حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف والاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى والتي خصصت بالفعل رقناً في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة ضمن هذه المبادرات الخاصة بتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة قالت مدير منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قالت إن البنك هو الشريك الأساسي لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنصة نوفي والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء خلال خمس سنوات قادمة أضافت أن الدعم المقدم إلى منصة نوفي ينقسم إلى مليار دولار لمشروعات طاقة الرياح الجديدة والتي ينشئها القطاع الخاص و300 مليون دولار لتحسين شبكات الطاقة الحكومية من خلال تمويلات طويلة الأجل لتوصيل شبكات الكهرباء أعلنت شركة سونتراك الجزائرية لنفط اعتزامها استثمار أكثر من 30 مليار دولار في مجالي استكشاف وإنتاج المحروقات لسيما الغاز الطبيعي أضافت الشركة أن هذه الاستثمارات سوف تساهم في تحسين أمن الطاقة وإمداد السوق العالمية بشكل موثوق مشيرة إلى أنه تم رصد أكثر من 7 مليار دولار لمشاريع التكرير والبترو كيمويات وتسييل الغاز الطبيعي أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أن الإنتاج التجاري لمصفات الكربلاء سيبدأ في منتصف مارس القادم بطاقات تصعودية وتدريجية كان العراق قد أعلن في سبتمبر الماضي عن بدء عمليات التشغيل التجريبي للمصفات النفطية والتي من شأنها مساعدة العراق على تقليص وارداته من الوقود بشكل كبير حيث تبلغ الطاقة التكريرية لهذه المصفات 140 ألف برميل في اليوم الواحد تباينت مؤشرات أسواق المال الخليجية في ختام تداولات اليوم مع استقرار أسعار النفط في آخر تداولات رسمية في السعودية ارتفع مؤشر السوق الرئاسية بنسبة 5 من 100% في الكويت صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 37 من 100% كما ارتفع مؤشر برصة قطر بنسبة 1 و 37 من 100% وفي المقابل تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 26 من 100% فيما هبط مؤشر برصة مصقط بنسبة 72 من 100% وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في إخبار المال والأعمال في نشرة السادسة ونعود للإستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع يوسف عبدين وليلة عمر شكرا لك مصطفى قام أكثر من 25 ألف شخص بزيارة السفينة لوجوس هوب أكبر معرض عائم للكتب في العالم فيما يتوقع أن تصل أعداد زائر المكتبة إلى أرقام غير مسبوقة حيث تواصل السفينة استقبال ضيوفها لمدة 20 يوما في بورسعيد أكبر معرض عائم للكتب في العالم السفينة لوجوس هوب ترسو بمدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط راست السفينة قبالة سواحل المدينة يوم الخميس الماضي وصت ارتبات واستعدادات لتوفير كافة سبل الراحة وتسهيلات للزائرين للخروج بهذا الحدث العالمي بشكل مشرف أكثر من 25 ألف شخص قاموا بزيارة السفينة حتى تاريخي فيما يتوقع أن تصل أعداد زائر المكتبة إلى أرقام غير مسبوقة حيث تواصل لوجوس هوب استقبال ضيوفها لمدة 20 يوما ويضم المعرض العائم مجموعة من الكتب عن العلوم والطب والرياضة واللغات وكتب الأطفال وهذه هي المرة الثانية التي تتوقف فيها السفينة في مصر حيث رست لوجوس هوب في مصر لأول مرة في عام 2010 وكانت آخر محطة للسفينة في لبنان ومن المقرر أن تبحر إلى الأردن بعد اختتام زيارتها لمصر وهناك أكثر من ثلاثمائة متطوع من ستين دولة يعملون على متن السفينة التي تبحر محملة بالكتب منذ عام 2009 انتهت تأخبرنا وهذه تذكرة بالعنوي الحكومة تنفي اعتزامها تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية الهدنة الروسية حبر على ورق بإعلان موسكو مقتل مئات الجنود الأوكرانيين في عملية انتقامية بكراماتورسك في ظل تصاعد الإضرابات العمالية سوناك يتعهد بالعمل على خفل معدلي الدين العام والتدخم في بريطانيا موسيقى بختام العنوي نصل معكم لختام نشرة السادسة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء موسيقى